إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعهم عضواء المجلس سلطان العرادة وعثمان مجلي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي لاندر كينغ والسفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاغين وتطرق اللقاء لمستجدات الوضع اليمني والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنط الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضواء المجلس من المبعوث الأمريكي عن نتائج اتصالاته الأخيرة والخيارات المطروحة لدفع الميليشيات الحوثية على التعاطي الجهاد في الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وفي اللقاء ربى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية هاواي متمنيا السلامة للمفقودين وشفاء للجرحة وأجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده بالتزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وأهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وقال فخامة الرئيس أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء عبث الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك إعاقت كافة المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها والذهاب لاستهداف المنشآت النفطية بهدف إغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة وأحضر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات التخادم الصريح بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية وعلى فرص السلام في بلادنا مؤكدنا همية تضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين ونوها الرئيس بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقلة صافر مشددا في هذا السياق على ضرورة تسريع بين النفط الخام تفاديا لمواجهة كارثة بيئية جديدة من جانبه أشهد المبعوث الأمريكي بالنهج المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاطي مع مساعي السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم كما أشهد ليندر كينغ بالدعم والتسهيلات المهمة التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنهاء خطر الخزان صافر قائلا أنه لو لا الدعم الحكومي ما كان بوسع المجتمع الدولي احتواء الكارثة البيئية التي كانت وشيكة الحدوث حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيش شعيبي